انعقدت بالعاصمة التركية انقرى اشغال الدورة الثانية عشرتها للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني برئاسة وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب ووزيرة الاسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور اوزمير جوكتاش ووفق بيان للوزارة الطاقة الجزائرية فان الدورة شهدت مشاركة عدد كبير من القطاعات ما يعبر عن كثافة التعاون القطاعي الجزائري التركي وكذا عمق العلاقات الثنائية وتقارب وجهة النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك المصدر اوضح ايضا انه تم التركيز بشكل خاص خلال الدورة على التقدم المحرز في سنوات الثلاثة الماضية فيما يتعلق بالتبادلات الاقتصادية والتجارية مع الدعوة الى تعزيزها وتنويعها لتحقيق الهدف المحدد من طرف رئيسي البلدين والمتمثل في بلوغ عشرة مليار دولار من التبادلات التجارية على المدى المتوسط ترجمة نانسي قنقر